اذا اياكم عاملين ايه يا ربكم بخير في احسن حال وحشتوني جدا 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 انت الدنيا كلها بجدا وحشتوني تحية مني لكم كلكم كل اخواتي وحبيبي وصحابي وكل الناس اللي بتدعمني الفيديو ده لو عجبكم وصلوا لأكبر عدد من اللايقات وأكبر عدد من المشاهدات شايفين بقى التورتة وجملها النهار ده بقى نزل لكم طريقة عمل التورتاية اللي عملتها في عين ميلاد ابن اختي بناء على طلبكم وكمان في ناس كتير منكم قالولي افتحي محل مش محل مشروع حلواني من البيت بما ان التورتاية عجبتكم هعمل لكم فيديوهات كتير من انواع الحلويات الفترة الجاية وهيكون ان شاء الله جزء كبير منها على التورت والجتوهات والحاجات دي ان شاء الله تعجبكم وتنال اعجبكم لان هي فعلا طلعت حلوة جدا جدا وعجبت كل اللي دقها يلا بينا نشوف المكونات وبعدين نرغي مع بعض كده في الفيديو بصوا احنا الاول معنا 12 بيضة وحطينا عليهم فانيليا ومعلاقة خل صغيرة وشعرة صغيرة كده من الملح تمام ومعانا كيلو دقيق من الدقيق اللي سبونج بتاع الجاهز مش مش دقيق عادي تمام هتلاقيه في العطارة او عند اللي هو بتاع مستلزمات الحلويات والحاجات دي ومعانا كوباية موية انا وريتكم دلوقتي الكوباية المعيارية العادية ووريتكم الكوباية اللي هي بتاعت الجبنة البندة او دومتي الحاجات دي تمام اه الكوباية دي بتاخد كوباية بالظبط فانتي تستخدميها او تستخدمي الكوباية المعيارية اللي اتنين زي بعض علشان لو انتي ما عندكيش كوباية المعيارية فيبقى معاكي ايه الكوباية اللي هي بتاعت الجبنة البريزيدون او اي حاجة كلنا عندنا طبعا الكوباية دي موجودة في البيت عندنا وبعد ما نحط كوباية المية على الدقيق والبيت نضرب بقى كل الحاجات دي كويس قوي بالمضرب لحد ما القوام بتاع الكيكا يوصل معانا الشكل ده اللي هي بتبقى شبه الكريمة وحجمها بيتضاعف يعني بتلاقي ما شاء الله الطبق كده اتمال على الاخر بتجيبي بقى الصواني اللي انت هتعملي فيها سواء صواني اللي هي المربعة او المستطيلة اسفة او المدورة انا هنا عملتهم في اتنين قد بعض صانيتين مدورين علشان ما كانش عندي صانية كبيرة تاخد الكيلو والاول بتدهني الصانية شوية زيت او زبدة وبعدين بتحط في ورقة زبدة وورقة الزبدة مهمة هنا انا كتير ما بستخدمهاش لو بعمل كيكا عادية بس الكيكا السفنجية دايما حطي لها ورقة زبدة علشان ما تلزقش معاكي وتبقى سهلة كده في الخروج يعني تمام وبعد كده فريدي بقى فريدي الكيكا بالشكل ده فريدي العجين بالشكل ده وحاول ان انت تساوي كل الحاجات قد بعضها يعني خلي كل العجينة متساوية زي بعضها بالزبط تمام وعادي بقى هزي في الصانية كده واخبطيها خبطتين على الرخامة كده بس ما تكسريش الرخامة يعني خلي بالك بصوا زي ما انا بعمل كده بالزبط خلاص سويناهم والدنيا تزبطت وبقوا زي بعض وشبه بعض ندخلهم بقى الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 تقريبا ما بيكملوش تلت ساعة يعني اقل من تلت ساعة بيكونوا خارجين وبعدين اول ما اتخرجيها من الفرن غطيها بفوطة على طول واسبيها على جنب ما تحاوليش تروحي جنبها اليوم اللي انت عملت فيه الكيكة يعني لو انت هتعمليها تاني يوم التورطاية عايزها مثلا بكرة يبقى عملي العجينة النهاردة واعملي الكيكة النهاردة تمام عايزها بعد بكرة يبقى تعملي الكيكة بكرة خلي دايما الكيكة معمولة اليوم اللي قبل التقديم تمام علشان تبقى سهلة معاكي في التقطيع والحاجات دي انا كنت واخدها بقى ورايحها عند اختي لاني انا كنت هروحها بات ليلة هناك وكان عيد الميلاد تاني يوم فاخدتها معايا ورحت تمام اخدت الكيكا وزي انت عناك هنا بقى كنت بخرج الحاجات اللي انا شرياها علشان هزوق بيها الترطة دي الكريمة اللباني اللي انا استخدمتها والنوع ده ما كانش احسن حاجة هقول لكم هجيبوا انواع ايه دلوقتي انواع كنت استخدمتها قبل كده بصراحة كانوا افضل حاجة النوعين ان انا استخدمتهم قبل كده النوع ده ما كانش كويس خالص النوع ده كان بخمسة وستين جنيه او بستين جنيه مش متذكرة وعملت الصورة عليها صورة مريم ومحمد الصورة بخمسة وتلاتين جنيه بس ده كان من القاس الصغير مش الكبير وجبت علبة كمبوت اللي هي كمبوت الخوخ كانت عاملة خمسة واربعين جنيه وايه تاني يا جماعة وجل التلميع جل التلميع البارد كان عامل سبعتاشر جنيه ونص نص كيلو هنا بقى لما رحنا هناك ده تاني يوم تمام خليكم معايا كده عشان ما تطلخبطوش ده كان تاني يوم عنده اختي اه فتحت علبة الكريمة وحطتها في بولة كده غويتة وبدأت ان انا اضرب فيها بالمضرب لحد المفروض ان انتي بتحطي لها تلات معالق سكر بودرة انا حطتهم والمفروض تقادي بقى تضربي فيها لحد ما توصل القوامل المتجانس بقى اللي هي خلاص يعني بتبقى كريمشان دي ماسك مش مش كريمة سايبة شوية هنا انا كل مضرب بحس ان اه بتمسك بس مش عايزة تمسك القوامل اللي انا عايزها قبل كده لما استخدمت كريمة كريمة اسمها ايه جوهينة والمراعي الاتنين دول ما شاء الله الكريمة اللبانية بتاعتهم بجد حلوة حلوة جدا وخلوا بالكو كمان بتمسك بسرعة يعني ما فيش ضرب بسيط بتبص تلاقيها مسكت معاك ومتجانسة وتمام جدا آآ عايزة اقول لكم بقى طعم المراعي احسن بكتير من الطعم اللي انا جبته ده طعم الكريمة اللباني في المراعي او جوهينة الاتنين احسن من بعض وطبعا سعرهم اغلى من دي يعني الجوهينة تقريبا واصلة تسعين جنيه الكيلو والمراعي تقريبا عاملة حاجة وتمانين جنيه فالموضوع الفرق مش مستاهل على ان احنا ناكل ترطية طعمها حل وقوامها جمان حل وشبه بتاعت المحلات جدا يعني ويمكن احلى كمان بصوا هنا كنت بقشر الترطية انا كنت عاملة اتنين طبعا فهنا كنت بقشر واحدة منهم آآ بصوا القشرة كانت نعمة وطرية جدا جدا من كتر ما هي الكيكايف ما شاء الله طلع نجحة وجميلة جدا ما كانتش مستهلة ان هي تتقشر بس انا علشان قلت برضو ان هي تبقى اكتر قريبة للمحلات تمام فهقشرها علشان اخد افضل نتيجة فقشرت الاحراف كده زي ما انتو شايفين كل الاحراف اللي في الجناب دي شلتها وبدأت كده ان انا قشرها تأشير خفيف من فوق اي كانت بتطلع في ايدي اصلا كانت طرية جدا لاني زي ما قلتلكم ما خدتش وقت في الفرن على طول كانت مستوية واول ما خرجت من الفرن غطتها بالفوت وسبتها كانت روعة بجد طعمها كان حلو جدا وعجبت كل الناس اللي اكلوا منها لو وصلت الجزء ده من الفيديو او لسه ما عملتوش لايك اعملوا لايك علشان نفسي الفيديو دي يوصل لعدد كبير من الناس بجد لو وصل لعدد كبير من الناس هعملكم سلسلة فيديوهات كمان لطرطة واشكال مختلفة وتزيينات مختلفة وافكار حلوة جدا طبعا انتو عارفين ان انا ما كنتش مستعدة اصلا ولا عندي اي ادوات من بتاعة الطرطة فما كانش عندي المنشار بتاع تقسيم الطرطة فانا هنا استخدمت سكينة عادية اوقات بابقى اعملها بالخلة بتاعة السنان اسمها الاول 3-4 خلات كده في النص واروح جايبها الخيط ومطلعها الخيط فوق الخلة واروح شد الخيط بيقوم اسمها نصين بس هنا قلت اعملها بالسكينة وخلاص وبدأت دلوقتي ان انا ازين الطرطة جبت القعدة دي والقعدة دي على فكرة عندي من عيد ميلاد لليان في شهر اتنين اللي فات فكانت قعدة الطرطة جميلة جدا كنت اجايبها من الكريز وكريز بيعمل اعدات محتفظة فبعد ما الطرطة خلصت كانت هي بالمارشمالو اصلا فما كانش فيه كريمة ولا اي حاجة على القعدة خالص فمسحتها مسحة خفيفة كده ورحت شايلها عندها يعني قلت ممكن ابقى استخدمها في يوم الايام وبصراحة استخدمتها المرة دي بص احنا حطينا الاول قطعة كريم كده وفردناها على القعدة وبعدين حطينا اول طبقة من الترطة حطينا الطبقة السليمة معنا وفي النص كده كان فيه طبقة من الترطة تهرت مني شوية وانا بقسمها فسيبت المهرية دي للنص يعني لو معاكي طبقتين واحدة سليمة وواحدة مهرية خلي المهرية دايما تبقى الطبقة الوسطنية وبدأنا الرش عليها العسل بتاع الكمبوت طيب لو انت ما معاكيش كمبوت وهتعمليها بترطة عادية جدا رش عليها شرباط شوية شرباط او شوية عصير مثلا اي عصير جاهز عندك رش عليه بيطري معاكي العجينة وبيخلي طعمها حلو جدا هنبدأ دلوقتي بقى نحط الطبقة بتاعت الكريمة جمان التانية طيب السر اللي بيخلي طعم الكريمات برا في المحلات حلو في المحلات الشهيرة مثلا مش لازم اسكر اسامي بس ايه اللي بيخليها حلو برطو ان هما بيستخدموا الكريمة اللباني دايما في موضوع الكيكات والجاتوهات والسواريهات والميلفي والحاجات دي كلها والإكلير كل الحاجات دي بتتعامل بالكريمة اللباني بس طبعا بيستخدموا انواع نظيفة جدا وانواع حلو جدا بس مش هيبقى فيه احسن من المراعي وجهائنا فهم دول اطعم كريمتين انا دقتهم بصراحة بالنسبة للكريمة اللباني فانا يعني اللي تعلمتوا من الطرطوية دي ان انا مش هستخدم النوع ده تاني هو طعمه حل مش وحش بس مش احسن منهم وقوامه مش احسن حاجة ممكن لو كنتو ضفطله كريم شانتي بودرة زي مثلا دريم باكت او باكتين دريم كان ممكن يكون زابط شوية عن كده فالنوع ده لو هنستخدمه او مش متوفر غيره معانا مثلا نضيف عليه زرفين من الكريم شانتي بتاع دريم ونحاول برضو نجيب الكريم شانتي بتعم الكريمة اللباني هو موجود منه عادي وموجود منه بتعم الكريمة اللباني وهنا برضو حطيت اخر طبقة اللي هي الطبقة السليمة برضو وبدأت ان انا احط عليها الكريم شانتي خلوا بالكم انا عندي الكيكة هتلاقوا لو لاحظتوا هتلاقوا ناحية عالية وناحية مش عالية قوي ليه بقى؟ المشكلة عندي في البوتاجاز مش في الكيكة ده مش عيب في الكيكة البوتاجاز عندي لما الناس جوم يركبوا لي الغاز بتاع العدات بتاع الغاز شالوا البوتاجاز خالص من مكانه والرجول بتاعته تقطمت فقطموا الرجلين اللي هي القدامين بتوع البوتاجاز فلما جوم يرجعوا البوتاجاز تاني مكانه لقيت البوتاجاز ميل لقدام فبقى اي صانية كيكة عملها بتطلع ميلة الجزء الميل بيطلع عالي والجزء المال من وراء بيطلع دايما اوطى من اللي قدام فعشان كده هتلاقوا الكيكة ما كانتش مصبوطة قوي معايا بس انا طبعا زبطتها وانا بقسمها وبدأت احط الحتة اللي هي مش عالية قوي احط لها حتة متكسرة كده علشان ازبطها فان شاء الله يعني الخطة جاية ممكن اجيب فرن صغير يبقى مثلا على الرخانة يكون خاص بالطرات والجتهات والحاجات دي لو انا هاستمر يعني هيبقى عندي استمرارية في موضوع الحلويات وبصراحة انا اتبسطت قوي ان هي عجبة الناس يعني قلت طب يعني ممكن يبقى ده مش مشروع مثلا ان انا اعمل وبيع او عادي ممكن افكر في الموضوع ده كمان بس مثلا لو انا رايحة عند امي رايحة عند حماتي عندنا مناسبة ليه قعد اشتري تورت ب300 و400 و500 انا اخر تورتها كنت جايبا في عيد ميلاد لليان جانت ب550 جنيه بس كانت مارشمالو كانت كبيرة وكان عليها بقى العرايس والحاجات اللي بعودوا يعملوها دي قلت مثلا ممكن الواحد يعمل يعني رايحة زور حد قريبي مثلا ممكن اعمله حاجة كهدية مثلا وانا رايحة شايفة ان هي حاجة لطيفة جدا واني برضو ان احنا نبقى بنعرف نعمل اي حاجة دي حاجة كويسة ست بيت الشطرة تعرف تعمل اي حاجة مفيش حاجة يعني تبقى صعب عليها والموضوع سهل جدا وانتو شايفينه يعني بصوا مجهود بصيت جدا وكأنك قاعدة بتلعبي قاعدة بترسمي قاعدة بتتسلي مفيش اي حاجة صعبة يعني قاعدين بنلعبوا وعايز اقول لكم كمان ان العيال كانوا مبسوطين جدا وانا بعمل الترطاية وهم قاعدين جنبي يعني بيساعدوني ويصوروني مش عارف ايه وكانوا مبسوطين جدا يعني روح الحلوة بتاعت ان انت اللي تعملي الحاجة في البيت روحها حلوة جدا يعني لو انت مثلا عملت الككاية لحد معيالك يرجعهم للحضانة والمدرسة وبدأت ان انت تجيب الحاجات دي وتقطعيها جنبهم وتجيب الكريمة وتخلي واحد فيهم يضرب الكريمة ويلا نزين مع بعض الترطاية ويكلوا الحاجة اللي هم عملوها فدي حاجة كويسة جدا ويتبسطوا بها جدا جدا اكتر مليون مرة من ان انت تجيب الحاجة سهل جدا ان احنا نجيب الحاجات ونأكلها وخلاص يعني بس الممتع ان انت تعملي الحاجة انا كنت مبسوطة وكل عمال يقولي الككاية بتاعتك احسن من الككاية الجهزة يعني دي كانت حاجة مفرحاني جدا الترطاية بتاعتي فالا كانت طعمها احسن بكتير ولما باتت لما باتت منها قطع بعد ما تزينت كان طعم القطعة بتاعت الكيكا اللي انا عملاها طرية والكريمة طعمها تحفة وحلوة اكتر تاني يوم الككاية بقى الجهزة لما باتت ما كانتش حلوة خالص نشفت وما كانتش حلوة خالص بجد والله العظيم انا مش ببالغ فعلا كانت حلوة جربوها انا تقريبا قلت لكم اسعار معظم الحاجات يعني الصورة دي كلفت 35 جنيه او 40 بصراحة يعني انا مش فاكرة بالزبط بس هي 35 يا اما 40 وعملتها في محل اسمه كيك بوب هنا في المنصورة وفي منها الحجم الاكبر وانا كنت طالبة المقاس الاكبر وقال لي ان المكانة اللي بتطبعه اللي بتطبع المقاس الاكبر ما كانتش موجودة والشجر شدة اللي هي الصورة دي بتتاكل يعني قبلها للأكل عادي يعني مش صورة مثلا مطبوعة وهنشيلها لا هي حاجة قبلة للأكل زي عجنت السكر كما هنا ده لوز وعين جمل وبندق دول فرامتهم التلاتة مع بعض في الكبة طب افرد انا ما عنديش لوز وعين جمل ولا عندي بندق ممكن سوداني ممكن اسمه ايه فارماسيل اللي هو الألوان ممكن كمان ممكن تعملي بس تزيني الكريمة كده بس اللي هو ايه تعمليها بالسكريبر كده تشدي فيها خيوط كده بالسكريبر فقط وتسيبيها ممكن تلف فيها بصوابع مثلا زي الفلوتس اللي هي التقليد الفلوتس ممكن تعملي اي فكرة واوعيدكم ان انا الفترة الجاية لو عجبكم الموضوع ده ممكن اعمل معاكم افكار طرد كتير واجب لكم افكار سهلة واقتصادية يعني مش هجب لكم حاجات اوفر يعني الصورة مثلا دي في ناس بيلزقوها بشوكولاتات بقى خام ومعرفش ايه ويعود يحطوا كريمة لباني عليها ويعملوها على النار وحاجات انا عايز اقولكم ان انا لزقتها عادي جدا عطتها لزقت عالكريمة ليه بقى قاعد اجيب كريمات واقعد اعمل فالموضوع ابسط ما يكون يعني الترطاية كانت بسيطة جدا فكرتها بسيطة جدا تزيينها بسيط جدا جدا ما كنتش حابة ان انا افور في اي حاجة ما فيش حاجة يعني كانت صعبة بعد كده لما نلقيت طبعا الصورة صغيرة وفي مسافة فانا قلت خلاص المسافة دي انا هملاها بالكريمة بوردات كريمة كده بس الكريمة كانت هنا بدأت تسيح شوية كنت سيبتها برا شوية وبدأت كده الكريسب اللي هو اللون مدي على دهبي كده او بينكف دهبي كده رحت احطها برضو قلت دي شكل حلو ولطيف كده وجبت جيل التلميع البارد بس ما صورتش الجزء ده فانتي خلي بالك ان انتي هتحتاجي جيل تلميع البارد وانا هكتب لكم كل المكونات دي في صندوق الوصف جيل التلميع اهو بعد ما دهننا الصورة شايفين الصورة بتلمع ازاي ده بعد ما دهنتها جيل التلميع البارد اسمه جيل تلميع البارد النص كيلو تقريبا هعمل 17 جنيه او 18 جنيه حاجة كده شايفين شكل التورتة بعد ما تقطعت بقى والتجلت كانت تعمها بجد حلو جدا لو عجبكم الفيديو يا جماعة وصلوا لأكبر عدد من اللايكات وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد واربيك بوصفة اكون عجبتكم وتعملوها وتجربوها وتقولولي رأيكم باي باي